بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله المهاردة نشرح مع بعض نص كن قويا لغة عربية للصف السادس الابتدائي قائل النص الشاعر محمود غنيب ولد في إحدى قرى محافظة المنوفية بمصر عام 1902 درس في المعهد الأحمدي بطنطة ومدرسة القضاء الشرعي ومدرسة دار العلوم التي تخرج فيها عام 1929 ثم عمل بالتربية والتعليم وله عدة دواوين شعرية وتوفي عام 1972 وقبل شرح النص إن مكنتش اشتركت في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد يا شباب العلم في الوادي الأمين أشرق الصبح فهز النائمين مصر ترجو منكم جيلا فتيا سالم البنية مقداما قويا لا ضعيفا خائر العزم يعييا كتب الذل على المستضعفين إنما الصحة عنوان الحياة فانشروها نظرة فوق الجباه وارسموها بسمة فوق الشفاه وابعثوها رحمة للعالمين نقرأ النشيد مرة تانية مع بعض يا شباب العلم في الوادي الأمين أشرق الصبح فهز النائمين مصر ترجو منكم جيلا فتيا سالم البنية مقداما قويا لا ضعيفا خائر العزم يعييا كتب الذل على المستضعفين إنما الصحة عنوان الحياة فانشروها نظرة فوق الجباه وارسموها بسمة فوق الشفاه وابعثوها رحمة للعالمين شرح النشيد يا شباب العلم في الوادي الأمين أشرق الصبح فهز النائمين يا شباب العلم أسلوب نداء ومفرد شباب شاب والمراد بشباب العلم قلاب العلم وجمع العلم العلوم ومضادها الجهل في الوادي الأمين المراد بها مصر وجمع الوادي الأودية وجمع الأمين الأمناء أشرق الصبح فهز النائمين أشرق الصبح معناها دقت ساعات العمل وأشرق فعل ماضي ومضاد أشرق غربة والصبح مضادها المساء فهز النائمين هز النائمين معناها أيقظ القسالة والنائم مضادها النائمين مفردها النائم ومضادها المتيقظين شرح البيت يا شباب العلم في الوادي الأمين يدعو الشاعر طلاب العلم في مصر حينما قال يا شباب العلم في الوادي الأمين يدعوهم لماذا إلى النشاط واليقظة في عصر النهضة والتقدم تعبيرات جميلة يا شباب العلم النداء يفيد حب الشاعر لشباب العلم في ربوع مصر الوادي الأمين وصف الشاعر واد النيل بأنه أمين على الشباب يعطي من أعطاه أشرق الصبح تعبير جميل فيه دعوة للتفاؤل والأمل والثقة في المستقبل فهز النائمين تعبير يدعو إلى النشاط واليقظة أيهما أفضل الوادي الأمين أم الوادي فقط كما قلنا الوادي الأمين أفضل لماذا؟ لأنه وصف الوادي بأنه أمين على الشباب يعطي من أعطاه فهزوا أفضل أم هزوا طبعا فهزوا أفضل لماذا؟ لأن الفاء تدل على الصرعة فهزوا النائمين أم أيقظوا النائمين أفضل طبعا فهزوا النائمين أفضل لماذا؟ لأنه تعبير يدل على الحرص على إيقاظ النائمين وتنبيههم مصر ترجو منكم جيلا فتيا سالم البنية مقداما قويا مصر ترجو مصر اسم دولة ترجو فعل مضارئ ومعناها تطلب وتتمنى جيلا فتيا جيلا جيلا معناها صنف من الناس والمراد الشباب وجيلا جمعها أجيال فتيا معناها قويا ومضادها ضعيفا سالم البنية سالم البنية مقداما قويا سالم معناها سليم ومضادها مريض البنية التكوين والمراد الجس مقداما قويا مقداما معناها شجاعا ومضادها محجاما قوي جمعها أقوياء ومضادها ضعيف شرح البيت فمصر تطلب شبابا قويا لأن مصر يبنيها الأصحاء الأقوياء الشجعان تعبيرات جميلة مصر ترجو شبه الشاعر مصر بإنسان يتمنى ويطلب مقداما وفتيا وقويا كلمات توحي بالقوة والعزم لا ضعيفا خائر العزم يعييا كتب الذل على المستضعفين ضعيفا مضادها قويا خائر العزم معناها ضعيف الإرادة والجمع خائرون ومضادها قوي عييا معناها عاجزا ضعيفا ومضادها قادرا كتب الذل على المستضعفين كتب فرض وقدر الذل وهو الهوان والضعف ومضادها العزة المستضعفين الضعفاء ومضادها الأقوياء شرح النشي أما الضعفاء الذين لا يملكون الإرادة القوية فإن حياتهم لا قيمة لها ولا نفع فيها لهم ولا لوطنهم الجمليات كتب الذل على المستضعفين تعليل لما قبله إنما الصحة عنوان الحياة فانشروها نظرة فوق الجباه المفادات إنما الصحة عنوان الحياة الصحة مضادها المرض عنوان الحياة معناها أساس الحياة والجمع عناوين والحياة مضادها الموت فانشروها نظرة فوق الجباه انشروها مضادها جمعوها نظرة فوق الجباه نظرة معناها جمال ومضادها ذابلة فوق مضادها تحت الجباه مقدمة الرأس والمراد الوجوه ومفردها الجبهة شرح البيت ان الصحة هي اساس الحياة وهي سبب السعادة بها نعمل وعلينا نشر الوعي الصحي بين الناس جمليات البيت انما الصحة عنوان الحياة تعبير مؤكد بانما يقول معنا فانشروها نظرة فوق الجباه اسلوب امر للحث والتشجيع انشروها وفوق الجباه صور الصحة تاجا فوق رؤوس الاصحاء وارسموها بسمة فوق الشفاه وبعثوها رحمة للعالمين المفردات جمع بسمة بسمات ومضاد فوق تحت ومفرد الشفاه الشفة وبعثوها رحمة للعالمين مضاد بعثوها استقبلوها رحمة المراد نعمة وخير والمضاد قسوة للعالمين اي لجميع المخلوقات شرح البيت يخاطب شباب الوطن بانهم مسؤولون عن نشر الوعي الصحي بين الناس لكي تنتشر السعادة في المجتمع تعبيرات جميلة نظرة فوق الجباه وبسمة فوق الشفاه تعبيران يصوران الصحة بالتاج وبأنها البسمة وهذا يدل على قيمة الصحة في حياتنا ودعوة للتمسك بها والحرص عليها ارسموها وبعثوها أسلوب أمر للحث تدريبات وانشطة الكتاب اقرأ النص ثم أجب ما رأيك في عنوان النص ولماذا عنوان النص كون قويا ما رأيك في عنوان النص مناسب لماذا لأنه يحث على الحفاظ على الصحة با بما نصح الشاعر الشباب نصحهم باليقظة وعدم الغفلة ونشر الوعي الصحي جيم كيف يمكن أن تحافظ على صحتك باتباع العادات الصحية والابتعاد عن العادات الضارة دال لماذا تحتاج مصر إلى الأصحاء ليكونوا قادرين على تحقيق النهضة والتقدم أكمل خريطة الكلمة خائر المعنى ضعيف الإرادة المضاد قوي نوع طبعا اسم في جملة مصر تحتاج الأقوياء لا خائر العزم ابحث وتناقش مع زميلك وضع المطلوب في جملة مفرد الفتية والجباه والشفاه مفرد الفتية الفتى والجملة الفتى القوي هو الذي ينهض بوطنه الجباه مفرده الجبهة والجملة الجبهة هي مقدمة الرأس الشفاه الشفة والجملة اجعل البسمة ترسم فوق الشفة باء جمع الوادي طبعا الأودية والجملة الأودية في مصر كثيرة جيل جمعها أجيال والجملة أجيال مصر هم المستقبل جمع عنوان عنوين والجملة أريد معرفة عنوين أصدقائي جيم مرادف هزو مرادف يعني معنى أيقظه والجملة أشرق الصبح أيقظ النائمين البنية معناها الجسم والجملة الجسم السليم في العقل السليم خائر معناها ضعيف والجملة لا تكن ضعيف الإرادة مضاد أشرق غربة والجملة غربت الشمس من المغرب مضاد قوي ضعيف والجملة لا تكن ضعيف الشخصية مضاد الصحة المرض والجملة اعتني بصحتك حتى لا تصاب بالمرض ثلاثة أكمل عائلة الكلمة أشرق يشرق تشرق شرقا ماذا يحدث لو انتشر المرض والكسل بين الشباب لتوقفت عجلة الإنتاج وتأخرت الدولة باء ماذا يحدث لو جمعنا القمامة يوميا ووضعناها في صناديق مغلقة لقلت الأمراض وازدهرت الدولة خمسة حدد معنى كلمة المغرب في الجملتين زرت صديق المغرب والجملة الثانية صافرت إلى صديقي في دولة المغرب الجملة الأولى المغرب تدل على وقت غروب الشمس أما كلمة المغرب في الجملة الثانية فهي دولة عربية تحدث عن أهمية الصحة مستخدما للألفاظ والتراكبة التي أعجبتك في النص الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى فحافظ على صحتك انتهى الجزء الأول من التدريبات والآن مع الجزء الثاني من التدريبات إن ما كنت اشتركت في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد كن قويا تذكر أن محمود غنيب شاعر مصري له عدة دواوين شعرية الشاعر يدعو شباب مصر إلى اليقظة والعمل مصر تريد أن يتمتع أبناؤها بالصحة والقوة الصحة هي أساس الحياة أكمل يرشدنا النص إلى نشر الوعي الصحي والمحافظة على النظافة با يدعونا الشاعر إلى نشر الوعي الصحي والمحافظة على نظافة البيئة جيم يجب أن نحافظ على صحتنا بأن نتبع العادات الصحية ونشر الوعي الصحي نشاط ألف ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة فيما يلي ألف الصحة تاج على رؤوس الأصحاء العبارة صحيحة با كثرة تناول الطعام تكسبنا القوة العبارة خطأ تناول الدواء دون إذن الطبيب مفيد أيضا العبارة خطأ النظافة واجب على الجميع العبارة صحيحة نشاط اقرأ ثم أجب إنما الصحة عنوان الحياة فانشروها نظرة فوق الجباه ضع كل من جمع عنوان ومضاد نظرة ومفرد جباه في جملة من عندك جمع عنوان عنوين والجملة أريد أن أعرف عنوين أصدقاء الجدد مضاد نظرة ذابلة والجملة هذه الوردة ذابلة مفرد جباه جبهة والجملة هذا الولد ذو جبهة مضيئة نشاط ثلاثة اقرأ ثم أجب إنما الصحة عنوان الحياة فانشروها نظرة فوق الجباه با عبر عن معنى البيت بأسلوبك الصحة هي أساس الحياة بها نعمل ونشعر بالسعادة فعليكم يا طلاب العلم نشر الوعي الصحي جيم ما المقصود بقوله عنوان الحياة طبعا أساس الحياة إلى أي مدى تتفق مع الشاعر في مضمون هذا البيت تتفق مع الشاعر في أن الصحة هي أساس الحياة ما الجمال في قوله انشروها نظرة فوق الجباه صور الصحة بتاج يلبس فوق رؤوس الأصحاء نشاط أربع تخير نشاطا من ما يلي اكتب نصائح إلى أهل بيتك تحدد لهم كيفية المحافظة على الصحة أولى النصائح المحافظة على نظافة الأسنان والفم وأصل الجسد جيدا بالماء والصابون وأن أكون متوازنا في تناول الأطعمة والمحافظة على نظافة البيئة نشر الوعي الصحي بين أفراد الأسرة لخص قصة قرأتها عن نموذج من نماذج الشباب المتفوق رياضيا يحاول كل تلميذ أن يلخص قصة قرأها عن نموذج من نماذج المتفوقين رياضيا ضع قائمة بالأشياء التي تحب أن تفعلها لتكون صحيح الجسم 1- تناول أطعمة صحية مع مراعاة غسلها جيدا قبل الأكل 2- غسل أسناني بالفرشاة 3- المحافظة على نظافة البيئة لكي تمنع التلوث 4- ممارسة الرياضة لأنها تقوّل جسم 5- نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع بكذا إن شاء الله نكون قد انتهينا من شرح نص كون قويا وانتظرونا إن شاء الله في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته